اشتركوا في القناة تركت حروفها في قلبه اشتركوا في القناة في جمعية الثقافية الإسلامية هناك بدأته بدرست الشيئية مذهبها البيت أسفاً كان عبدالله كال مؤمناً بشبهات وهمية وافتراءات أثيرت ضد التشيع إلا أن هذا الأمر دفعه إلى الاندفاع أكثر في التعمق بالمذهب الحق رغم أنه يبرر تصديقه بالأكاذيب إلى عدم وجود جواب في ذاته عن هذه الأسئلة التي أثيرت من قبل الأساتذة الجامعيين أو رجال مذهبه السابق حتى حدثت المفاجأة في البداية ما كنتو أعرف ولكن مسلم أكتو لك إنما هذا البناني سعدني وجету إلى آسما فدكارت في جمعية الثقافية الإسلامية فهناك بدأتو أدرسو أعرف شيء عن تشايو كنتو أؤمن بما كانوا يقولون لأنا كنتو سجير وكل ما كانوا يقولون لأبي وأساتذة الأوائل كنتو أتكد به أنا ما كان عندي جواب لأنه كنا فقط ندرسو لغة عربية والبعد مواد الدينية ما كنت أعرف شيء عن شيء فلذلك ما كان عندي أي سؤال لم أجد فيها جواب القصة مستمرة إذ أن ما عرفه عن التشيع دفعه إلى اعتناق المذهب الحق وما إن دخل إلى التشيع لمحمد وآل محمد حتى بدأ ينفض عن عقله غبار الأوهام السابقة ناقضا الشك باليقين وجاء النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون رجال الدين بعد أن بدأت بالدراسة ما كنت أعرف شيء عن تشيئه ولا المذهب أهل البيت فهولا ما كانوا يقولون لنا شيء لأنه ما كان هناك حتى القرية التي كنت بدأت بالدراسة ما كان يجد هناك شيء هناك كان يجد هناك البنانيين ولكن ما كانوا يظهرون أنهم شيء شيء حتى الذي ساعدني هو كان شيء ولكن لم يظهر شيئته فساعدني قال أنا أريد فكتزا وتواسع دراستك في العصمة فهناك اذهبت فتفاجأت بمواتقدات الشيئية والمذهب أهل البيت هذا بسبب هذا الأخ الكريم هذا اللبناني فهو كان بإتقاده أن آتي واتسيأ ولكن هو ما قال لي صراحة قال اذهب وتواسع دراستك فكان يجد هناك جموية سمونا جموية ساقافية الاسلامية الذي أساسه سكو حسين سهدا هو لبناني فهناك دكالتو فتفاجأتو فتساياتو هناك في المدينة Freighton Sierra Leone هينما تساياتو وجدتو تفاجأتو كثيرا لانا كانوا يقولون أنه الخليفة الأولى هو سيدنا أبو بكر والثاني سيدنا أمل والثالث أثمان ورابيس سيدنا علي كنا نعتقد بسيأة العلي إمام علي عليه السلام لكن بإلمه ما كنا نعرف أنه كان عالم ما كنا نعرف هذا ما قالوا لنا هذا هل كان هو أحاق بالخلافة ما كنا نعرف وبعد أن تسايانا تفاجأنا فأرفنا أن أول خليفة كان مفروض هو إمام علي عوامل أثرت عليه دفعته إلى التشبث أكثر بالمذهب الحق ومن ضمنها المحاضرات الدينية لما تمتلكه من وسائل تأثير هذا الشيك حسين سهدا هو لبناني الذي درسنا بيده في جمعية السقفية الإسلامية حاليا لا يوجد أي سبها لأن درسنا كل أكثر القتب الإلمية الحمد لله ما إني أي سبها من ناهية المذهب أهل بيت ما إني جواب أنا كنت أستمع إلى مهادرات كثيرة في سيراليون قبل أن أتي إلى هنا مهادرات السيكوشين سهدا مهاجرات الشيك نجيب اللي كان هناك وجيت إلى هنا كمان كنت أسمع إلى مهادرات السيد الملتاد سيرازي سيد جافر سيرازي سيرازيين بسكل عام الحمد لله فأنا مصرور بهذه مهادرات عبدالله كال وجه رسالة إلى العالم أجمع من محب إلى العالم الذي يتمنى له كل الخير أنا أقول للعالم أجمع أنه الدين وحيد والذي مفروض أن يدقلنا إلى الجنة هو مذهب أهل البيت لأن الحديث يقول المسل أهل البيت كستفينة النوح من رقبها دجا ومن خلف أنها غلق فهو فأنا أتمنى كل أصدقاء وكل العالم أن يتسيأ ويكرع الكتب الشيئية والمذهب حال البيت حتى ننجح وندقل في السفينة نكون من الناجحين إن شاء الله أمنيته اختلفت عن أمنيات مستبصرون غيره إذ تمنى المساعدة لنشر فكر آل البيت عليهم الصلاة والسلام في إفريقيا أنا أتمنى من إمام هجة والوقالاء والمراجح أن يساعدنا في الأفريقيا لأن أفريقيا بهاجة إلى مساعدة بهاجة إلى الأولماء هذا الصدقاء الذي أتمنى منهم كثيرين جدا ولكن بواسطة المساعدة ومساعدة هؤلاء إذا ساعدونا نذهب إلى أفريقيا ونفتو هناك المقاتب ونفتو هناك الحسينيات فهؤلاء نساعدهم ويتابعوننا أنا أعرف أننا كنا على مزعب مالكي وصافئي قريبا مزعب أهل البيت قريب جدا فهؤلاء عندما نتقلم عندهم يسمعون من أكثر مما يسمعون إلى هؤلاء الوحبيين الرسالة المهدوية هي رسالة المستبصر إلى النور الذي رأى فيه الحق ومن خلاله اليقين وكان طلبه العون من صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجح الشريف ولكن العون لأي حاجة إمام هوجا أنا أقول له أن يأتي لأنه نهن أفريقا مظلومين بسكل العام مظلومين حتى في بلد سيرليون لا يوجد هناك بدأنا هناك دراسة الشيئية ولكن لا يوجد هناك دعم مثل المقاتب الموجود هنا لا يوجد هناك حتى الذين درسوا هنا وزهبوا عندهم مساكل كثيرة مساكل عائلية مساكل مئيسة فإمام هوجا أنا أقول له أن يشاعدنا وهو يسمعني هو موجود معنا أن يشاعدنا نحن الأفريقا أن يثبت أمورنا بواسطة المراجع وبواسطة الوكالات إن شاء الله يشاعدنا بهذا المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر